في ذاتي السياق حيث لا تزال خدمات الانترنت في الجزائر ورغم ورود الوزيرة هدى إيمان فرعون بيسهر على تطويرها جد متدهورة ما جعل جميع مستخدمي الانترنت في الوطن يتذمرون معتبرين أنهم يدفعون أموال كبيرة مقارنة بمستوى الخدمة والتدفق أضائي المزيد من التفاصيل مع أحمد محمودي ورفيقة خلف الله كان فيه دراسة بإذن الله مع الموسم الجديد يكون فيها تفكير في إعادة نظرة في الأسعار تونس المغرب مصر وكثير من البلدان الإفريقية سبقت الجزائر في تصنيف آخر تقرير لجودة تدفق الانترنت في العالم والتي اكتفت بتذيّل سلم الترتيب بسرعة تدفق لم يتعد مستواها 2.2 ميجا بايت في الثانية مستوى متدني أرهق من تمثل الشبكة العنكبوتية مصدر رزقهم كأصحاب مقاهي الأنترنت مستوى خدمات الأنترنت في الجزائر لا يرقى إلى مستوى تطلعات الزبائن خاصة إذا قرنت بالمقابل المادي نقصها شوية مكومة مثل ما تقدر تكون طاكتي كان العفايز اللي تقدر تكون طاكتيهم كيما كيما ميسنجر فايبر نستقر متقدر بصحة زيما بش تخدم بيها ولا شوية مشي حاجة البرين تعلنت غالي من تعطيك مثلا نقول احنا عشر درين عشر درين تعطيك أنجيغا كونيكسيو في طرواجو احنا ربما أنجور تعطيك خمسين ميجا ما كانش بزي جمعيات حماية المستهلك هي الأخرى لا تفوت مناسبة لتطالب الجهات المعنية بتحسين خدماتها وإخضاعها لقاعدة علاقة الجودة بالثمن احنا طالبنا فيما سبق أنه يكون فيه تخفيض سعر تدالي الانترنت مع زيادة في التدفق مدام المواطن الجزائري يبدأها من المواطن البسيط إلى المؤسسات الكبرى تعتمد على الانترنت وعود كثيرة قطعتها هدى فرعون بشأن تطوير خدمات النت في الجزائر قابله إنشاء وزارة منتدبة تهتم بشؤون الاقتصاد الرقمي الذي سيبقى تطوره رهينة تجسيد الأولى لوعودها في انتظار ما سيكشف عنه انطلاق العمل بخدمة الكاتجي في الأيام القادمة